كواليسنا أنوا سياسيين وأنوا برلمانيين سابقين يتقابلوا في الكواليس كانوا يتقابلوا سي صاحبي بن فرج و سي الفاضل عبد الكافي الساحبي مرحبا بيك مرحبا بيك أخويا و شكرا على إستدافة شكرا لك اللي موجود معنا صاحبي بن فرج نمشي مباشرة ذكر أنا كنت عضو في لجنة تحقيق البرلمانية في التسفير بو أرتا واتور 14-19 ألو مش نمشي مباشرة إلى هاتنقول تقريبا بعض المقالات الآن البعض قاعد يقول إبا غالب طلعت فشوش لحكاية مشوا سمعوهم روحوا وهذا قاعد يتقال أنه أحنا فلتنا فرصة كبيرة وكان من المفروض الملفات تكون ملفات دقيقة ثقيلة قادرة أنها تحط الناس أمام مسؤوليتها شو أرايك في المصار إلى حد الآن شوف هما كلمة قالها الأستاذ المحامي متاع سي محمد فريخ قال قضية التسفير هو يفترض وجود وفاق إجرامي معناها بقطع نظرنا عن شكون طب نحكيه في العمومية كنقول وفاق إجرامي على هذا المستوى اللي هو مستوى وطني ومستوى إقليمي مستوى دولي وفي تدخل ما بين المال وما بين السياسة والإعلام واللوجيستيك والعلاقات الخارجية والمخابرات والسلاح والإرهاب ونجم نقود ونحكيه الغدوة صباحة هل وفاق الإجرامي هذا لا يمكن لا يمكن أن يفكك أن يفتح أن نفهم بالطريقة التقليدية متاع وقل إنسان يمشي يهد على دار يسرق معناها فرجدير ولا يسرق تلفزة ولا ميكرواند وتعايت له في المركز وتتبحثه وتخذه بصمت وتتبحثه لليجر ويقول لك المسروقين يقول له هل أنت سرقت الفرجدير يقول لك إيه والله يسرقت هل منطقي أنه إحنا باش نحلوا قضية هذه بات طريقة هذه معناها راني أنا مانيش قاعد نوجه في الاتهام لا نحكي توا على المبادئ العامة من تسيير هذه القضية أنا عندي الانطباع أن هذه القضية تم التعامل معها بخفة بنوع من كما تعاملنا للأسف مع معظم قضيانا الكبرى لأنها أعتبرنا من أضمن أكبر القضايا الوطنية الكبرى أنا أعتبرها جريمة الدولة وقعت في 2012 و13 و14 وتمادت إلى 2015 بنوع من لوميرتام نوع من الصمت الإجرامي على هذه العملية وبالتالي ذهلي إحنا إلي كمش نقعد نتعامل مع القضية دي والقضايا الأخرى هكما ليش بش نعرف حد شيء علي صار في العشر سنوات سي صاحبي إلى هنا نمشيو شوية إحنا المسئوليات وبالرغم اللي إحنا ماناش محكمة إحنا قادرين على الأقل نحكيو على المسئوليات ذي كان تحكي على أميرتا تحكي على نوع من الصمت الإجرامي الوفاقي ما بين المكونات شكون اللي كان صامت سي صاحبي شكون اللي سكت اللي سكت منظومة الحكم ما بين 2014 و2019 اللي كان فيها حركة النهضة ونيدى تونس بكل بساطة وبكل وضوح ولا نخجل من ذلك رغم اللي أنا كنت في لحظة من اللحظات في منظومة نيدى تونس اللي استقلت منها بعد أقل من عام ما وهذا سي صاحبي المشكل الكبير اللي ساير في بلادنا الآن التونسي قاعد يقول شبكو مسكتو مشلوق كنتو خايفين مسالش مسالش خلي نسأل سي صاحب ما تونسي لازم يعرف الحين مسكتنش جوستو ما جاوبو يقول معناها قد يتساءل جوزء كبير من التونس يقول وين كنتو وقت علاش ما خرجتو شو قلتو وقلتو حتى للباجي خايتسبش تي يا رحمو يا ولدي فش قاعد تعم شوف شوف صديقي تونسي زد للأسف الشديد معناها ذكرته قسيرة وأيضا يحط الناس كل فردشكار أنا قدامك مشيت لسوريا مع مجموعة من نواب كما مشاو نواب أخرين على الأقل فما 15 اللي نعرفه ما أنا 15 النواب مشاوه لسوريا مشاوه في الاتجاه هذي متعرف ما كانش ساهل إنه تمشي لسوريا فكرة في اللحظة 2015-2016 صحيح وتتذكر الحملة اللي تعرض نالها صحيح والتخوين والتدخل في السياسة الخارجية وكل الكلام دي صار أسانسيالما للموضوع هذي أحنا كنا أنا كنت مقرر مساعد في لجنة تحقيق حول قضايا تسفير ليلة شتاوي معناها عملتها تقريبا وحدها وبعد التحقنا بها أحنا بش كل بحد يخو حقه وبعد تم ساحلها لأنها عملت ما نعرفش تصريح هكا أو هكا ما عجبش أو خذت موقف سياسي ما عجبش أيضا بطيلة جلسات معناها الأسابيع أو الأشهر اللي دامت للجنة التحقيق معناها قمنا بتصريحات إعلامية وجهنا كتبنا في الفيسبوك أرجعوا لكل ما وقع في 2016-2017 وتلقى لي هل كان هناك نقاش داخل الحزب في نيدا تونس حول هذا الموضوع؟ أنا ما كنتش في نيدا تونس وقت أنا كنت في حركة مشروع تونس في كتلة الحرة ولكن الثابت أنه نواب على المشتوى الأشخاص بش نكونوا واضحين وبش نكونوا أمنار في الجلسات الأولى اللي صارت في الجلسة ونذكر بالخصوص الجلسة اللي هي اعتبرها مفصلية اللي صارت على أساس أنه احنا كلجنة تحقيق بش نبعثوا مراسلة لمجلس نواب السوري بش تصير لجنة تحقيق مشترك أنا اعتبر أكبر مكسب بعملناها وقت يبشيط للسوريا أنا ونونجير راحبي مباركة ونوردين حسيروا المجموعة متى ستونواب يعذروني القطة عبدالز القطة وخميس كسيرة أنه احنا تحصلنا على موافقة مجلس نواب السوري البرلمان السوري ممثل مش ممثل ديمقراطي مش ديمقراطي ذلك أمور أخرى بش يععمل لجنة تحقيق برلمانية مشتركة إلى جرم لجنة تحقيق البرلمانية التونسية وتصير لجنة تحقيق مشترك كان مطلوب فقط هو مراسل رسمية من البرلمان التونسي إلى البرلمان السوري عبر وزارة الخارجية ولا حتى مباشرة كانت عنا السلطة السيادية في الموضوع هذا المراسل هذية سوتنا عليها في اللجنة بأغلبية نواب نيدا تونس ونواب كتلة الحرة والجبر الشعبي بش نكونوا واضحين أنه النواب يزيطي ولكن ما كان يقعه في الكواليس المثال هذا بعدما سوتنا وخرجنا قرار بإرسال المراسلة رسمية المراسلة رسمية لم تخرجتش لأن المراسلة رسمية تخرج من جهة رسمية اللي هي مكتب المجلس اللي هي رئيس المجلس ومعامنيه وتمشي الوزير الداخلية وجهة رسمية وتمشي للسلطة السورية هذا ما صارش شو مع أنت تعملي تحب أنت كناب من التونجاج ولكن في اللخ بكل فما قوة قاهرة اللي هي ناجعة على التوافق على اتفاق ما بين قواتين ومن أخرين أنه بصفة عوامة الملفات الحارقة الملفات اللي تقلق اللي تقلق كنتي وتقلقني أنا أحسن حاجة من حلوهاش ولا ولا وللأسف شديد رأوا كانك من يدى تونس ولا حركة نهضة فلخ بكل خلصتها لأنه في نهاية الأمر محلت حتى ملف أما كذبوا علينا لا خلصتها ما أنا حبيت نقول لك فلخ بكل الشيء ارتدى علينا نحن كحركة نواب تونس وتقيبا في محلينا في الانتخابات تم معاقبتنا في الانتخابات جسد مؤكوز دوسار وحركتنا دايقات تخلصتوا صحيح صحيح سياسيا سياسيا بيسير لكن أنا حبيت جسد نقول كلمتين على خلفية كلمك الساحبي خاطر اليوم شاهدت نجم جيمان عن الجميع نحن نزال وقت اللي كنا نقول للسياسيين أنتو ما عملتوا صفقة يخذروننا في عيننا وقلونا لي وقت اللي كنا نخذر للسياسيين معناها كان واضح كان واضح جدا أنه الجميع عايش في كاميرا كشي جنراليزي معناها اليوم زادة في علاقة بالمشكلة هذا سيد ساحبي فمشكن يقول شنو يمنع اليوم السيد الرئيس الجمهورية قيس سعيد من أنه يرأسل سوريا ولا يفتح قناة حوار مع سوريا حول هذا الموضوع وأنه كان من مفروض السلطة السياسية تعاضد عمل القضاء بقنوات دبلوماسية قوية تمكن من أن يكون عنا دوسيات ثقيلة حول الموضوع أنت شو بدت الرئيس قيس سعيدا نقول لك شو بدنا ما رأيش العلاقات مع سوريا نعرف جدا أنت لقيت مع الرئيس السوري في جلسة معناها مع النواب وكان واضح أنه مقايزة التعاون الأمني بالتعاون بالاعتراف الدبلوماسي خاصة وأن تونس كانت رأس الحرب في الحرب الدبلوماسية على سوريا في مسألة قطع العلاقات تذكروا نحن رأينا ما قطعنا العلاقات هكاكة معناها كنا قاعدين تقلمنا من سوريا قطعنا علاقات رأينا قطعنا العلاقات قبل أربع أيام أو ثلاث أيام من اجتماع استثنائي دمجزة الدولي كان مجعولا مخصصا لوضع سوريا تحت البند السابع كما وضعوا ليبيا تحت البند السابع تمهيدا لتدخل أطلسي في سوريا وتم منعه من روسيا يعني أحنا كنا رأوا في قل برحاء كنا أحنا كنا نحلوا للمقاطعة دي بالمساة إذا العيش علش ما عملهاش لبيج خمسة سنوات بس منذكروا أيضا وعليش ما عملهاش قيس سعيد طوال لأنه طوال وضع تبدل في سوريا إذي حاجة اختنم الأمور السيادية باش ما ندخلوش في صلحيات سيد الرئيس مهم مهم إي لي معنا أنا كشخص غول في مواضح الأمر ما فهمش كنا رئيس الجمهورية رأوا أنا متأكد الأجهزة التونسية عندها جميع المعطيات عندها كل تفاصيل ملف هذي وتعرف شكون مشاه وشكون سفر وشكون هز وتعرف الوضع لأنه أصلا كان قدامنا وهذه الناس كانت تنشط معنا على مستوى التجنيد والشحن والتعبئة ثم التسفير كانت تنشط قدام الناس معناها ارتكبوا أخطاء لأنه في وقتها كانوا يتصوروا أنفسهم تحت غطاء سياسي معناها وكانت الأمور بشتواصل حتى حتى ما كان يتوقع في 2012 و13 الأمور بشتمشي هك كانوا أكيد بشعملوا أخطاء ثم أيضا معناها لدوسي فنانسي رأوا العصب متاع العملية كل رأوا من التسوروش أنه 12 ألف تونسي مشاول سوريا وهكاكة معناها لله في سبيل الله رأوا فما لوجيستيك كاملة رأي كانت فما مكينة كانت تخدم رأوا وتعويضات وأعراس رأوا الولاد وغرر بهم ومشاور سوريا فما ناس مشيت عن قناعة وفما ناس أيضا تم ركريتين بردي راباتور راباتور أخذوا فلوس رأي دوليب أزرق أنت بش تحلوك هكا بطريقة هذه ما تحلو بالبنك المركزي والبنوك العمومية والبنوك الخاصة ووزارة المالية ولجنة حالتية مانا يقرب بلا كاملة ومبعد نخلط الاتيامات هكا ساحبي مفرج تعتبر أنه كان من المفروض تعامل بأكثر جدية مع الملف وكان من المفروض أنه هات نقول الجهاز القضائي يهبط بالثقل المتاعه جهاز القضائي والأمني زوز لأنه أنت ما تخرج توجه أنت أنت سي الخادم مثلا توقفه وتمنعه من السفر وبعد تسيبه وثم ترفع له معنى في الأخير بقول فينا المو شو ما الكونكليزون شنية السبب بمتاع إيقافه ومنعه من السفر كان مما دوسي فيرق بما أنا كنتي سيبتهم بعد مقيت عليه حد شي وكيفه معنى أربعة أو خمسة أسماء دونك أنا نقول يا أخي رأو هذه قضية كبرى رأي قضية فيها عشرات على الأقل عشر مواطن تونسي ومارسوا أعمال إجرامية في دول عمرها سوريا عمرها ولا ذرتنا بحد شي عمرها مجانا حاجة خائبة من عند سوريا وشعب سوري شعب صديق وعننا علاقات تاريخية معه وصلنا نقضل في ولده نلعب له بالجماجر منتاع جنود منتاع ولادنا كيفنا احنا بالتالي جريمة كما هكا وعندها ارتدادات على المنطقة متاعنا وعلى تونس وفمارجوع منتاع إرهابيين وطو مش في إدلب في المنطق اليابية تحت سيطرة الخارجين على القانون في سوريا مش لمتاع آلاف الإرهابيين ممكن يرجع بالتالي هذه قضية لا يتم حلها وكأنها مجرد معركة إعلامية وكأنها مجرد معركة سياسية نسألك سؤال تعتبر أنه تم استغلالها سياسيا نزاد الإدرفية سياسية نعتبر أنه تم اعتبارها كمجرد قضية ممكن توظيفها في المعركة السياسية أو أنه تم استسهالها أو أنه كان بمجرد أنه فما خمسة وستة من الناس مورطين إعلامية عبر التصريحات يكفي أن نعايتونهم رأوا وشوف نيكولا ساركوزي الدنيا كل العالم أجمع يعرف اللي هو خمسين مليون دولار معامل الجذافي في عام الفين وثلاثة أثبت للتوى للحظة هذه داخل خارج الحبس وما ما تمش إثباته شو معانتها رغم اللي تحتت مكينة قضائية وتحقيقية كبرى ضخمة باش يثبتوا أنه رئيس دولة فرنسي يخذها معامل الجذافي وأيضا كانت هذا الأمر أو إخفاء هذا الأمر سبب في اختيال العقيد معامل الجذافي الله يرحمه هكا الدول المحترمة تشتغل مع القضايا الكبرى لأنه في الأخر بكل روحنا رانا مش الهدف متاعنا باش نشفاه في الناس أو باش ننتقم إليك فما ناس تحب تنتقم ذي كأمور أحنا كدولة راو عنا في الأخر بكل هدف عبرة باش ناخذوه الأمر هذا معناها مقيحة وتسمم علاقاتنا في بعضنا في نهار ونهارات يتصالحوا مع بعضهم ما نجموش يتصالحوا إذا كان ملفات الكبرى ما تتحلش بكل شفافية و بكل وضوح و بكل حرافية سي صحبي مهمية سليتقول فيه على أساس أنه إذا ملفات حارقة هي خسارة كبرى خسارة وقت هي خسارة وقت وخسارة انرجية خسارة طاقة وأكثر منها كتسوف تسوف الملفات وهذا اللي الحقيقة يجعنا برشا باي أنا نرجع للصحبي بنفرج البرلماني أش سمعت في اللجنة هذه واللي تعتبره أنت بيرتنا اللي تعتبره أنت كان من المفروض تمشيله القضاء شنو وإلا تعتبر أنه زيد اللجنة هي بيدها سمعت علمين على اللي سار وشهادات جدية وغير جدية شنو شنجم نعرف على استماعاتك في اللجنة سي صحبي أهم حاجة في لجنة في الشهادة متاع هيئة تسفير لبوار توتر لا هيئة الرقب المالية لجنة تحليل مالية متاع بانك المركزي اللي جات وهي نتصور أكثر أكثر شهادة عطات التفاصيل متاع بعض العمليات بعض العمليات المالية اللي صارت على مستوى معناها اللي عنده علاقة بالجمعيات اللي هي خطر فما كان فما غيطاء جمعياتي اللي هو لاهي بالدعوة ولاهي بالشحن المعنوي أيضا بالتجنيد خطر راو العملية فقط تسفير راية تجنيد وتسفير والتجنيد كان يصير قدامنا في المعاهد الكبرى كان يصير في الجوانع في الخيار في الانترنت وكان يصير قدام الناس الكل وكانت أيضا هناك تغطية سياسية وأيضا تغطية إعلامية يكفي أنه نقوله 13 سنوات يمكن إينا الآن نحكيه على الجيش السوري على أنه جيش بشار راو يمشي في باله معناها مع سياسة بلاده وابريتو بلاده وما يقتع العلاقات علش ما نمشيش منيش قاعد ننقله في عذر ولكن نحتيك الجو العام كان صير في كل وقت هذك لجنة حال المالية الشهادة متاحها مهمة جدا ومنشورة وموجودة في الأرشيف متاع اللجنة إذا كان نحافظ عليه في البرلمان وانتو كان غير متاح الآن رقميا الأرشيف طوى ما مش متاح لكن موجود وأيضا أنا نذكر أنه جانا عيسى مندردوري وأعطانا ملف طويل وعريض بالشهادات وبالأسماء على جوازات السفر على شهادات منتاع عائلات على بعض اللي كان يصيروا في السجون أيضا كانت أيضا مخترقة وكانت الناس تمشي تعمل الدعو لأنه هذه معناها أشوف منظومة كاملة منظومة كاملة كما قلت لك وإحنا للأسف الشديد ليغ مش ليغيضني معناها اللي يقهر أنه أحنا توانسة أصبحنا مجرد خدمة حزابنا في مكينة الإرهاب شوف القواء الدولية والإقليمية لخدمة عملية سوريا بقطعنا ضرر عن طبيعة النظام السوري ديمقراطي مش ديمقراطي ما ضرب بش براميل مفجلة مش براميل مفجلة ديك أحكوها أخرى أنا معدي حدد المنظومة اللي نجحت في أفغانستان اللي هي جهزت المقاتلين الأفغان العرب ومشيوا لأفغانستان وطيحوا الاتحاد السوفيتي تم استعمال نفس المنظومة بش يطيحوا النظام السوري راي مكانيتش حاجة منها مش حاجة متاع حماس واندفاع متاع بعض الشباب راي منظومة كاملة وهذاك نعاود نقول منظومة كما كما هكا من نجم ونحق فيها ونثبت الاتهامات ونحول وننتقل من المسؤولية السياسية التي هي مسؤولية ستابت أنا بالنسبة لي أنا مسؤولية وأيضا مسؤولية التغطية مسؤولية حركة النهضة واندفاع تونس وقتي كانوا في منظومة حكم مشتركة أيضا ثابتة بش ننتقل من المسؤولية السياسية إلى المسؤولية الجزائية والقانونية والقضائية راي موش راي موش راي موش لامتاع لتوهاد ولا موش راي موش لكن نرجع مسيرش ساحبي للجنة التحليل المالية فماشي جمعي ولا فماشي نيبولوز فماشي أطراف ذكرت من عند أنا منذكرش التفاصيل مش 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 التفاصيل ماش منقعده في العموميات الذكرت من عند لجنة التحليل المالية وإلى حد الآن تبع أنت في شأن العام وتعتبر أنا ما تمستش بالرغم من أنها ذكرت ذكرت بالاسم طبعا العديد من قدتك والله منذكر لكن ذكرت أسماء وجمعيات ودي كنت منها واحد ودي فيه فنانسية واضحين موجودين وأنا متأكد أنه حتى لجنة التحليل المالية ما بتنسي كل شيرة أنا متأكد أنه فيما أشياء تعطيت وأشياء ما تعطيتش عليش خاطر مرة عملنا مسائل للبنك المركزي في دولة أجنبية أو سفارة دولة أجنبية حلت كونت بدينار تونسي في بنك تونسي وتم تفريق الفلوس معناها عن طريق أشخاص معينين ونتذكر أنه وقت عملنا المسائلة للبنك المركزي البنك المركزي جاوبنا وقالنا بالله ظلي مرموين في الفعل وقته وأنا معاه قال لنا المراسل هذه الجواب من البنك المركزي بدأ بنا يبقى سر ولا ينشر معناها بيش تفهم عالش نقول لك رو فهمة أشياء تم التغطي عليها دونك هنا أما رو ناجم حلوه وش ماذا لجم تحليل مالية وقتها تعرف مثلا شكوني اللي يخذي الفلوس أكيد معناها مش مش نقول لك تعرف وشكون تعرف بنسير تعرف تعرف الرزو رو شوف إذا كان قانونكم السرية يمكن على خطر فما تحقيق في وقت آخر سرية هذي مراسلة بعد الفين وثمانتاش ناجم كل خلفية هي خلفية تحقيق مفتوح لا 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 قال لك لا لأسباب تتمس بالأمن الوطني هذا وقتها جابونا في الفين وثمانتاش المراسلة عندي حتى نسخة منا نجم نوريه لك بعد وإحنا احترمنا التلبة ذاي خطرة بريتو جايتك ما عند مؤسسة منها وطنية شو تقول لها ما أنا تقول لك راو المعطيات اللي في المراسلة هذي راي تمس من الأمن الوطني منا ننظمه فهمنا ونستون هذي زيوب علي بعض يقال لش بيكم سكتو هو أي دا كردو ما تفهمين لكن السكوتي ناجم يكون مفهوما عندكم أنتما كبرلمانيين ومؤتمنين على الأمن القومي هو مازادة كذلك لكن في نفس الوقت لازم نلقاه ونتيج من بعد معناه يقول قايل البرلماني كيف يشوف حاجة وتقوله من فضلك إلى حد الآن لا خطر عنا خدمة عليه من بعد يلزم يصير فهم هنا ناص بيبليك على الخدمة ليسارت هذا كلمة يصير شيئا يقول لنا تم قبر القضية وهذا هو هذا هو ليساره في الأخير بقول تم قبر القضية وحتى طول لما تم إعادة فاتح القضية ما تمش فاتحها بطريقة أنا أعتبرها احترافية ومعناه إن شاء الله نقوله أنه ننتبه أنه يجب تخصيص فريق عمل مهم ومحترف فيه الجانب المالي فيه الجانب معناها الإعلامي فيه جانب سياسي فيه جانب المخابراتي باش نجموا نفكوا هاته راو نفكوها باش احنا كدولة ومجتمع نحلوا معناها النجم ونحلوا الجروح اللي قاعدتنا هذية منذ ما قبل الفين وحداش وخلال الفين وحداش إلى اليوم وإحنا ما فهم حتى ملف نرجع لك ملف الاغتيالات ملف الإرهاب ملف التسفير ملف ملف سي ساحبي انت تبيب وتعرف اللي الدمالة ما تبراش وحدها خاصة لزا ما تتفقى لزا ما تتنظف لزا ما تتنظف وتاخذ الدول ونحن نعطيه في الدول ننظف ونحبه معاملين على على ما نعرش أنا يمكن عناية رب أن هي تداوي كل مرة تداوي زروح لكن اليوم هل تعتبر اللي فلتنا فرصة وإلا لا ولا التدارك ما زال ممكن احنا 12 سنين نضيعه فرص كل شهر وإحنا عنا فرص نضيعه فيهم وذي معناها من الفرص الضائعة واللي كان يحكي فيه سفاد العبد الكافي على المستوى الاجتماعي الاقتصادي أيضا فرصة يعنيهم ان شاء الله ملنضموش على الفرصة دي ان شاء الله ولادنا ملنوش علينا ان شاء الله احنا معناها ان شاء الله ملنوش نتفصل من المسؤولية أنا كنت من منظومة الحكم Français 2019 انها التحمل من المسؤولية وأنا اعترض بذلك ولكن ان شاء الله ان شاء الله اللي جوا بعدنا ما عملوش أسوأ منا ان شاء الله اللي جوا بعدنا ما عملوش آخر من yeah منها احنا على المستوانيات مؤشرة لولا اش تقول لك غير مطمئنة المؤشرة لولا مش مطمئنة معناها بعد عام ونص من احنا استبشرنا بـ 25 جويلة وقلنا اكيد معناها بتصير نقلة على المستوية معناها البلاد على جميع المستويات يلا حد الانك تشوفوا منعها على اقل كمواطن عادي معناها عايش معناها فما صعوبات كبيرة ياسر وفما انسيدات افاق على المستوى السياسي وايضا فما معناها تحس انه تناول المشاكل لا يتم بالنجاعة والمعرفة ساحبي اللي وصلنا نهاية اللي كانت قال من عند مدام شتاوي هو انه بعد الاستماع جوستو مال لجنة تحاليل المالية هي علمة تمتردها ولذا تعتبر هي انه الجلسة هذه هي جلسة مفصلية سيد الرئيس جيب التقرير انتع الجلسة هذه سيد الرئيس جيب التقرير انتع الجلسة هذه جلسة التحاليل المالية في لجنة التسفير أقرأ وشوف يمكن يعطيك هاتنقول ثنية ينجم تباح القضاء التونسي مع العلم أن الجميع يتكلم على التمويل ك هاتنقول رفعة أساسية لهذه الشبكة يبدو أن وقتها تقال الكلام على جمعيات وشوفها سيد الرئيس وشوفها سيد الرئيس الجمعيات هذه مازالت تنشط في بلادنا شوفت كيف هاش الأمور تنجم بكون سهلة ساعات حسن تبدأ عننا الأليات الكل شكرا لك برك الله وفيك صحبي بنفرج العضو الأسبق لنجلة تحقيق البرلمانية في التسفير